موسيقى 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 أحبائي أهلا وسهلا فيكم وصفة ولا أسهل من هيك الوصفة هاي مين هيحبها الكبار والصغر الوصفة هاي اشطعمها شوكولت للي بيحبوا الأكلات اللي فيها شوكولت حنشوف مع بعض كيف ممكن نعمل بودنج شوكولاتة بطريقة كتير سهلة خلينا نشوف مع بعض خطوة هلا البودنج الأساسي فيه عندنا هو الحليب والكاكاو والسكر الأشياء الثانية اللي انتو شايفينها قدامكم هادي أشياء جانبية يعني الفواكه انا هشيلها على جنب مش هحتاجها هلا وعندي هون كريمة ولكن كريمة باودر يعني كريمة مجففة هادي بتعطيني هيك طاعم كأني انا عم باكل ايس كريم باكل هيك اشي كتير كتير زاكي بس هاي الكريمة انا ما هضيفها في المرحلة الأولى هخليها على جنب الأشياء اللي هضيفها في الأول بس اللي هستعملها هلا هجهز الحليب ويفضل انه يكون حليب كامل الدسم وعندي السكر وعندي النشا وكمان الكاكاو بودرة كاكاو السادة ليه يبقى السادة ليه يبقى السادة لانه في بودرة كاكاو ببقى مضافة لها سكر ونكهات وخلطات اللي هي بتبقى زي مشروب فهاي ما بنفع نستعملها لو سمحتوا خالص عندي هون شوية كوفي او اذا حبيتوا رشة هيل رشة ارفي اللي نكهة اللي انتو بتحبوها هزيحهم برضو على جنب وحنشوف كيف بدنا نبتدي انجهز هذا البودنج ولكن قبل ما ابتدي اجهزه في خطفة مهمة جدا 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 البودنج مجرد ما هعمله هحتاج على طول اصبه في الوعاء اللي انا بدي استعمله زي ما قولنا كاسات اللي انا بدي اياه فلازم اكون مجهزاهم من اولها انا هون مجهزاهم بهذا الشكل ماخدي هدول الكاسات ومحضراهم جنبي هلا هحتاج كاسرول بهذا المقاس كتير معقول هبتدي اضيف الحليب السكر النشا بودرة الكاكاو والقهوة والفانيليا هخليها للاخر هالمكونات كلها مع بعض هحطها على النار ويفضل اني استعمل مضرب شبك كدوي للتقليب ونشوف مع بعض هلا اعزائي خلينا اقول ملاحظة كتير مهمة طريقة تقليب البودنج اثناء ما انا بطبخه لازم استعمل مضرب شبك واحاول اقلب بهدوء مش بعنف لاني لو قلبت بعنف ممكن ما يتماسك معي النشا النقطة التانية اني لما بقلب اقلب باستمرار لو سبته بيترسب النشا الى القاع وبيصير عندي تكتلات وما بيزبط معي فتقليب بسيط مستمر هادئ بهاد الطريقة لراهت ما يبتدي يتماسك معي وتحس انه هيك في فقاعات بسيطة تكونت على الجوانب ابتدى الخليط عندي يتماسك وشوفوا كيف صار قوامه تقيل وبنلاحظ كيف هالفقاعات الصغيرة اللي عم بتكون على الجوانب هلا بطف النار وحبتدي اضيف الكريمة البودر وحضيف الفانيليا حبتدي يقلب لغاية ما تختلط كل هالمكونات مع بعضها حيصير عندي ناعم بهذا القوام ومباشرة على الاوالب سوري على الكسات طبعا متحاولوا تكونوا حريصين وانتوا بتصبوا وحاولوا تستعملوا هاي المعلقة الصغيرة لعثباته لصغيرة وابتدي شوي شوي نحاول نصب عشان يكون في داخل الكاسة بده هدوء شوي ورواء لانه الكاسات عندي صغيرة اذا لقيتوا ما في عندكم وقت صبوه بطبق كبير وخلصنا ليش منقول لازم نصبه بسرعة لانه طبعا حيزمد حيتماسك مش هتعرفوا تتحكموا فيه بعد هيك طبعا احبا ايه هلا انا ما فيني اكله بسرعة معانه طعمه زاكي على فكري لو اكلته سخن هنحطه في البرات هخليهم هيك على الجنب وارجيكم الكاسات المختلفة اللي انا استعملتها هاي التشكيلة التانية استعملت موديل تاني عندي هون كريمة مخفوقة او 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 نلحق حالنا يا سلام طبعا اكيد مش هنحط الكريمة الا لما يبرد تماما خلوا باركم عشان لو سخن هتسيح يا سلام ونبتدي نحط حبات من الفواكه بلو بيري اوه بيان عندكم الطعم ولا لسه اكيد انتو هلا عم تتخيلوا صح سوفوا هادا الصغيلة سوفوا الاسي هادا العلو يا سلام طبعا انا فيني ارق احطوا في البراد عشان برضو الكريمة هيك والفواكه ياخدوا برودة حلوة ويبقى جاهز للتقديم حامل شي كتير حلو اني انا حدوق اكيد حدوقوا اكيد مية بالمية هتفتح نفسكم وتحبوا تدقوها يا سلام يعني حقولكم انو زاكي بس مش حقول اكتر من هيك حقولكم انو وصفة بليز بليز تجربوها كتير زاكية وتفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة